اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير صباح النور والسرور لكم جميعاً هياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعت نور إدبي خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق الأمور كثيرة تهمكم وتفيدكم ويسعدنا استقبال مداخلاتكم خلال أرغام التواصل بس قبل ما أذكركم بأرغام التواصل ويانا اليوم أرحب فريق العمل وياي اليوم من الأعداد يوسف سعد من الأخراج أيمن سرحيل ومن التنسيق أحمد سلامة وشاركني الحلقة محمود يوسف صبحكم الله بالخير جميعاً صباح الخير محمود سعد الله صباحك الدكتور وسعد الله صباحكم السمعين الكرام وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي مثل ما قادت الدكتورة طبعاً عبر هذا التعاون المثمر ما بين مؤسسة دبي للإعلام والهيئة عموماً أرقام التواصل معانا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة حياكم الله نحن نبغي نذكر بعد عشان أحمد سلامة شوي الريحة من رسائل واتصالات البث المباشر نقولكم يا جماعة الخير اللي يبغي يتداخل معانا اليوم من خلال برنامج صحة وسعادة عنده أي ملاحظة عنده أي اقتراح عنده أي شيء ممكن يخدمنا نحن في الهيئة في تطوير خدماتنا اللي نحن نقدمها لكم نتمنى تتواصلون معانا بشكل مباشر نسمع أراكم حد عنده أي سفسارات صحية أو طبية ممكن كذلك بعد نشوف الدكتورة لأن الدكتورة يعني هذا تخصصاً وممكن ترد على الكثير من السفسارات ولكن اليوم دكتورة عندنا رسالة أو الدراسة مالتنا شوي مختلفة يقول لت مضمون هذه الدراسة قائمة على هذا السؤال لماذا تصاب النساء بالخرف أكثر من الرجال قبل أقرأها أنت شو رأيت خلاص أقرأ أقرأ الدراسة معكس الدراسة يمكن قبل حتى ما نقوله هارفورد جامعة هارفورد لماذا نقول النسيان أكثر من أن الخرف أنزين هذا دكتورة هذه جامعة هارفورد الأمريكية علماء في جامعة هارفورد توصلوا لنتائج تبين أن النساء أكثر عرضة من الرجال لمرضي الخرف وشو؟ باركنسون والباركنسون خلص العلماء لتلك النتائج بعد تجارب شملت عشرات النساء والرجال الذين تم اختيارهم من نفس الفئة العمرية قاموا خلالها بفحوصات دقيقة لبنية أجسامهم وتحققوا من حالتهم الذهنية والعوامل الهرمونية والجينية والكيميائية التي قد تؤثر على بنية أدمغتهم وبينت التجارب أن أدمغة النساء تحوي نسبا أكبر من بروتين تاو مقارنة بأدمغة الرجال ما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالطرابات عصبية معينة ترفع احتمال إصابة بأمراض الخرف وفقدان الذاكرة بنسبة 6 إلى 10% وتجعلهن أكثر عرضة للإصابة بداي الباركنسون ولم يتوصل القائمون على التجارب إلى السبب الحقيقي وراء تجمع هذا النوع من البروتينات في أدمغة النساء بشكل أكبر لكنهم أكدوا أن تلك النتائج ستقودهم لابتكار طرق جديدة لمحاربة الخرف إن شاء الله تكون هذه هارفور تقول مبنى هارفور تقول وقالين الأسباب حطوا الأسباب حطين بعد أن الطرق العلاجة إن شاء الله اللي هم يبون يوصلون لها بعد هذه الدراسة وهذا أهم شيء بالنسبة لنا في عوامل هرمونية جينية كيميائية هارفور تختلف نعم ليس على كيف تقولين لا أنا ما أتفق ها هاي حرية رأيي ولا ما فيه هذا بحث علمي لا 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 هذا بحث علمي بس نحط أفضلنا بعد طريقة المجتمع نفسه المكان البيئة اللي تحيط بالشخص نفسه هذه والله الريال ريال والحرمة حرمة حتى لو الريال ريال وحتى الحرمة ريال ريال حرمة حرمة نمياك فيها بس بعد شو بعد شو زي لا الكل واحد لمس بس المرض هو ترى واحد ما بشرط الريال غير يعني هني الريال يخرف أسرع من الحرمة ما أقدر أجزم لك هاي دراسة واحدة بعد واحتمالية صح يعني أن الدراسة بعد صحيحة ما أقول لك يعني اذا أنا كنت بقول بعلق أن هناك يمكن الريال مطفر في الحرمة فعسبتيه تخرف بسرعة لكن إذا إذا أنت تقولين العكس يعني الحرمة مطفرة في الريال لا مو بشرط منه قال ما لخص بالتطفير ما لخص بالتطفير أشياء وايدة صحي أشياء وايدة تأثر على خاصة فقد الذاكرة أو فقد النسيان المبكر شو قال لت هايمن هايمن سربينيو بين ايمن الدراسة في بريطانيا مو في الإمارات الدراسة في أمريكا مو في بريطانيا في أمريكا يقول ما تنطبق على الخليج على آسيا بس هي دراسة صراحة وايد مهمة والحين معظم الناس تركيزهم أوردي على هالأشياء مستمعين أنتم شو رأيكم خبرونا رأيكم بهذه الدراسة على مدار الحلقة أي رسالة تيني ولا شي أنا بقراها كلها مهمة والناس كلها وايد تركيز الحين على سالفة الذاكرة على السالفة أشياء وايدة طيب شو رأيتش بعد الفاصل إن شاء الله بتكون معنا خصائية التغذية العلاجية نتكلمها عن بعض الأمور التغذوية هي فايدة بالذاكرة هي أصلا بقرتها بتكون عن العادات الغذائية الشائعة الخاطئة والشسم الناس يمارسونها بشكل غلط ولكن ما نسأله هذا السؤال أنت تعرفين شيء من الأغذية اللي ممكن تقوي الذاكرة الشاب بقصدك أكل هي أكل شوف معظم اللوز يقول لأن فيها هي الأوميغا 3 الأشياء اللي فيها أوميغا 3 نركز على الفواكه الخضار الفايتامينات فيتامين دي الأشياء اللي تحتوي على فيتامين دي هالأشياء كلها طيب عموما الدراسة تقول لماذا تصاب النساء بالخرفة كثير من الرجال هذه دراسة من جامعة هارفظ الأمريكية وذكروا لنا الأمور العلمية الدكتورة تقول ليس مقتنعة بهذه الدراسة تقول لأن تختلف الأمور في أمريكا وبريطانيا عندنا نحن عاداتنا غير ونحن أمورنا غير ماذا شو علاقة العادات حتى العدد العدد أشارات العدد كم بغض النظر دكتورة فيه يعني أنا أقول لك الدراسات العلمية تقوم على أحداث كبيرة صح وأسس على أسس معينة هذه الأسس يعني تدخل ضمن إطار أنها تكون دراسة علمية سليمة ولكن أحيانا يعني تكون تحت التجربة هي الغرض منها ترمى بأن الريال ولا الحرمة الغرض الغرض منها عشان شي إيجاد العلاج وهو أهم نقطة فيها بالضبع إيجاد العلاج لأن الحين الناس وايد حتى على عمارة صغيرة تشتكي أنها تنسى ما تقدر تتذكر لازم تحط نوتس عشان تتذكر البارحة كأننا نتكلم على هذا الموضوع بعد بشكل غير مباشر موضوع المسيان وهذه موضوع مهمة يا جماعة الخير الواحد لازم ينتبه لها وعادات بسيطة ممكن نحن نسويها نغيرها في حياتنا ممكن نساعدنا بشكل كبير أن نحافظ على أجهزة جسمنا دائما نشبه جسم الإنسان مثل مثل الموتر مثل السيارة يعني في أشياء تحتاج تغيير تحتاج شسمة تنظيف تحتاج اهتمام السيارة التي تهتم فيها والتي هذا تعمر معك والسيارة التي أنت مهمل لها مهمل لها لا تبدل آي لا تبدل كده ما تخترب صح ولا صح حكيت اي والواحد الزوج أربعة ما لعفال خصى ها شكرا خصى بها وأهم شي صدق يعني أهم شي بالنسبة للواحد نفسه يعني نفسه نفسه حكي حق الزواج لا ما بنفسه للزواج نفسه نفسه نطلع فاصل مستمع هنا ما دل اليوم خميس اليوم خميس دكتورة واحد أفكار واحد أشياء تدخل في بعض فناخذ فاصل مستمعينا نترى بعد الفاصل خبرونا رايكم بالدراسة شو آراءكم بخصوصة إن شاء الله تعالى فاصلوا راجعين صحة وسعادة مستمعين العزاء مستمعين العزاء حياكم الله مرة ثاني ويانا في برنامج كوم صحة وسعادة نذكركم برغامة تواصل ويانا معنا اليوم خدتنا رولة أبو غزالة خصائية التغذية العلاجية فيها الصحة في دبي موضوع الفقرة عندها معلومات غذائية خاطئة وشائعة ولكن رولة نحن كنا نتحدث عن دراسة كانت من جامعة هارفرد تكلمت عن الكثير من الأمور التي تخص بموضوع النسيان والخرف فقالت أن النساء أكثر يعني عرضة للإصابة بالخرف من الرجال في واحد هنا يقول السلام عليكم هالنوع من الدراسات محور اهتمام كثير من النساء نطررن لزيادتها حتى في فئات جديدة من الأعمار بسبب مؤثرات جديدة في زماننا على الجنسين سواسية هنا ما دري هنا هاي رسالة حقنا ولا موب حقنا ميرا يقول أرجو الاتصال بتحت الهوى شوفي يمكن إذا في شي ممكن يطلع فيه معانا على الهوى زين عموما رولة صباح الخير رولة معانا ولا معاكم سمعتين من البداية ولا سمعتكم ولا زين شو رائج انتي الحريم أكثر عرضة من الرجال اللي صابة بالخرف هاي هارفر تقول وفق دراسة علمية لما هارفر تقول معناته صح يعني بيكونوا عاملين دراسات ومثبتين وطبعا هذا مرض كمان بيكون وراقي بسبب الجينات يعني طيب شو الأطعمة اللي ممكن ساعدنا في الذاكرة كانت تتكلم دكتورة عايشة قالت عن الغنية الغنية بالأوميغا ثري في أشياء معينة تحسين أن الواحد لازم يكثر منها عشان بس يقوي الذاكرة عنده ما بقول الخرف ولا بقول زهايمر لا أحيانا ننسى وايد نحتاج أشياء تخلينا في ذاكرة زينة خاصة حين في أعمار متقدمة يعني أعمار صغيرة يونيش تكون من نقص في الذاكرة متعودين على الأمور السهلة في حياتنا طبعا أول شي يجب تناول الأطعمة السحية والابتعاد عن الأطعمة الضارة مثل يعني الأطعمة السحية هي تناول جميع الأناس الغذائية من بروتينات ونشويات معقدة والفواكه والخضار والدهون اللي هي النافعة بالنسبة قليلة والحليب ومشتقاته ولكن في أطعمة معينة اللي هي ممكن إنها تساعد على تقوية الذاكرة مثل الأطعمة اللي حكيت عنها اللي هي بتحتوي على الأوميغا 3 مثل المكسرات بيت البيتون وغيرها جميل طيب زين اليوم فقرتنا معلومات غذائية خاطئة وشاعة شو هي هذه المعلومات طيب أنا حبيت بس أن أقول المشاهدين يعني بعض المعلومات اللي هي زي ما تقول خاطئة ولكن أنا بحب أقول أنه الأشياء اللي كنا نعرفها قبل سنة أو سنتين أو أكتر مش هي اللي راح تضلها طول يعني نضلنا نماشين عليها طول العمر يعني التب تقدم ودراسات تصير حديثة أكتر وممكن المفاهيم اللي كنا عليها قبل تتغير أول شي مثلا البيض أتكلم مع البيض المسر خصوصا للصفار كانوا دايما وإحنا كأخصائية التغذية للمريض اللي عنده كوليستيرول أو ارتفاع الكوليستيرول بالدم ما نعطيه صفار البيض بس بياض البيض صح؟ ولكن هلأ أثبت الدراسات الحديثة أنه تناول البيض الكامل مع الصفار لا يؤدي إلى ارتفاع الكوليستيرول ولكن الدهون المشبعة المهدرجة والسكر يعني مثل مثلا دهون المشبعة هي أي دهون أي زيت نباتي بتلاقوه بيصير يعني يجمد في حرارة الغرفة مثل مثلا مثل السمن مثل زيت زيتون لا زيت زيتون ما بيجمد اللي هو زيت النخيل زيت جوز الهن وزائد المصادر الحيوانية مثل الحليب كامل الدسم وزبدة السمنة هاي الأسياء وزائد اللحوم المصنعة مثل شو مثل المرتديلة السلامة السجاق وغيرها فإذا تناول تناول البيض مع السفر لا يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترون بس طبعا بكميات محدودة يعني مش واحد يعني ياخد راح توياك الكميات كبيرة بالضبط من الكاملة المعلبة والمغلفة يعني اللي بنلاقيها في المحلات وفي السبر ماركت مكتوب عليها لوفات أو قريلة الدسم هاي مش صحية لأنه إذا شالوا الدهون راح يزيدوا كمية شو نسو المواد والسكر والسكر عرفت والمقائل بالإضافة للمواد الحافظة والملح وغيرها فدائما نقول لا إنه هاي نبتعد عنها تالت شغلة بحب أحكي عنها اللي كمان شائعة كثير اللي هي منقول مثلا إحلى للمزيد من الصحة وفسارة الوزن يجب النشويات أو الكاربوهايدرات كاربوهايدرات لا النشويات هي عنصر غدائي مهمة ما نقدر إحنا نحذف أي عنصر من العناصر الغدائية ولكن يجب التركيز على النشويات المركبة اللي هي تحتوي على الألياف لأنه كمان أثبت الدراسات الحديثة أنه الأشخاص اللي بيتناولوا النشويات المركبة قلت نسبة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20 إلى 30% هاي تالت معلومة يعني مو بس خسر وزنة حتى بالنسبة القلبة كان فيه يعني فايدة لنخف كارسترول عنده مفروض دكتورة هني يقول هل استهلاك زيت الزيتون على الفطور قد يؤدي لارتفاع الكارسترول لا بس تكون الكبير زيتون هلا إحنا شو نعمل إحنا فيه احتياجات يومية إلا من الدهون طبعا زيت الزيتون أفضل فيه كمية معينة يعني مثلا خلينا نقول حسين أو ثلاثة من الدهون عنا في اليوم زيت الزيتون أفضل ومش ضروري يتناول الواحد على الصبح على الريق زي ما بقولوا أي وقت مع الصلاة وليس مع الطبخ لأنه بيصير بتأكسد فبطل إليه فائدة والكمية بعد سادروا لأنه غني بتعرات الحرارية لأنه فيه ناس بتدت تشربها كميات معينة لا لا زائد مثلا اللي بقولك أنه هل الليمون مع الماي الصبح مع العسل مع الجنجر اللي هو زنجبيل ممكن يؤدي إلى حرق الدهون أو فيه معلومات بقولك لهو الأنانات البطايا الجريب فروت تؤدي إلى حرق الدهون وإزالة الكرشة هاي المعلومات ليست صحيحة لأنه إحنا مثلا ما في شي بحرق الدهون من الأكل حرق الدهون يتم عن طريق تناول كميات أقل من احتياجنا اليومي من العناصر الغذائية من احتياجاتنا اليومية زائد الرياضة هذا يؤدي إلى حرق الدهون صح بس هالأفكار وعيد ابتدت تنتشر وناص تطبقها وناص تطبقها بكمية كبيرة بالضبط هلا مثلا الأنانات الفطايا وغيرهم فيه تحتوي الانزيمات ممكن أنها تساعد على حرق الدهون ولكن التناول مثلا كوب منها لأننا ناسم هذا كله سكر ممكن إحنا ودائما حبة الفاكهة لأن وجود الألياف أفضل من العصائر ممكن إحنا نتناول حسب احتياجاتنا اليومية من الفاكهة ممكن نتناول أي عنصر من الفواكه ودائما نغير يعني نختار نعم اللي عند كولسترول ممكن يأخذ زي زيتون أم لا ممكن يأخذ زي زيتون ولكن بكمية محددة اللي عنده كولسترول يبتعد زي ما حكيت مهم كتير عن اللي هي الدهون المشبعة والمهدرجة والسكر عطينا أمثلة دكتورة عن الدهون المشبعة والمهدرجة أكيد دهون المشبعة اللي هي أول شيء لها مصادر الحيوانية مثل السمنة الزبدة اللحوم مع الدهون خصوصا لحم الحمرة وخصوصا لحم الخروف لأنه يكون الدهون داخل في اللحم يعني ليس مبين مثل البقر يمكن أن نشيل الدهون عنها نعم اللحوم اللي هي مثل الصجق المرتديلة وغيرها زائد المصادر النباتية أي زيت بيكون جامل بحرارة الغرفة مثل زيت جوز الهند المارجرين المارجرين كمان هذا مهدرج شو يعني مهدرج يعني ضع فوع عنصر الهيدروجين عشان يتير جامل فهي دائما يعني مثلا ممكن الناس بقولوا المارجرين أفضل من الزب طبعا الزبدة هي مشبعة ولكن يبدل أفضل من المهدرجة المهدرجة خطر كثير على السلحة أي شيء مهدرج من النباتي يعني أساسها نباتي فعشان تدمجها أنه صحية أكثر من الزبدة ولكن هي بالعقل عموم نحن تفضل لديت معلومة أخيرة معلومة أخيرة أنه إذا الحليب الذي عند المرض بالذكام يجب الإبتعاد عن الحليب هذا لا لأنه لا يؤدي إلى زيادة إفراث الأقشية المخاطية والشعور بالإحتقان ما إلو علاء شكرين لتش يا دكتورة ما قصرتي معلومات جميلة جدا فقرة غنية بالمعلومات غنية بالأشياء اللي نحن كنا نعتقد أن نترك فيها صحيحة لكن سبحان الله العلم دائما يتطور على حسب المعطيات الحالية يعني منه كان يعرف أنه مثلا ممكن يكونون الحريم أكثر خرفا من الرجال حد كان يعرف هذه الدراسة بس اليوم عرفنا أيوة شكرا لك دكتورة رولة أبو غزالة خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله عندنا ضيف عزيز علينا الأخ عبدالله يمع مدير الشؤون الإدارية في مركز ويد السكري ما نتكلم عن الطفرات الكبيرة والمتلاحقة في خدمة المجتمع وخدمة الناس هذا المركز مميز جدا شهاتي فيه مجروحة ولكن فيه عنده خدمات يديدة ما أتعرف عليها بعد كذلك من خلال اللقاء القادم بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أعزائنا المستمعين حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة نذكركم بأرغام التواصل ويانا 600551414 وعلى رسائل النصية 4006 إذن مستمعين الرياضة العالمية اللي حققتها أو حققها مركز زبي زبيل السكري هذا المركز التابع لهاية الصحة في دبي مايت من فراغ في أسباب كثيرة دفعت بالمركز أنه يحتل هذه المكانة الدولية المميزة في واحدة من أهم التخصصات الطبية والمشكلات الصحية المعاصرة اللي صارت يعني هم لكل المجتمعات العالمية وصار المركز هذا له بصمة خاصة في الحد منها الوقاية من مخاطرها وآثارها اللي تمتد على جسم الإنسان وصحة الإنسان وصحة المجتمع اليوم نتكلم عن حصول مركز زبي للسكري على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكري كمركز متميز في رعاية المصابين بهذا الداء وأيضا حصوله على الاعتماد الدولي بوصفه مرجع طبي رائد على مستوى المنطقة إلى جانب أيضا اعتماد المنظمة العالمية للسكري واحدا من أهم البحوث العلمية اللي أجراها هذا المركز كل هذه الأمور ما يتمن فراغ في أسباب مقومات في جهد في عمل مكن هذا المركز من الوصول إلى هذه الإنجازات اليوم نتكلم عن مركز يشار له بالبنان في أوساط المحافل الطبية والعلمية المتخصصة على الصعيدين المحلي والدولي هذه الطفرات المتلاحقة اللي شهدها المركز أكيد في لها جهود من العاملين فيها اليوم معنا في السوديو أخونا عبدالله يمعى السادة عبدالله هو مدير الشؤون الإدارية في مركز زبيل السكري ما نتكلم عن كل هذه الأمور لكن في البداية السادة عبدالله لو تكلمنا عن المركز ومكانته العالمية في الوقت الراهن نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على المقدمة الجميلة مركز دبيل السكري طبعا يعني أحد المراكز التخصصية في هيئة الصحة في دبي ونحن فقط خدماتنا للمرضى المصابين بداء السكري طبعا المركز يعتبر المركز الوحيد والأول على مستوى المنطقة اللي عندنا برنامج متكامل وشمولي كعلاج ليس فقط علاج وإنما إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري المركز حصل على ثلاث اعتمادات دولية الحقيقة في الفترة الأخيرة في عام 2018 أول اعتماد بأنه المركز الأول والوحيد على مستوى المنطقة كمركز متكامل وشمولي يقدم خدمه متكاملة بالنسبة المصابين بداء السكري والاعتماد الثاني من أيضا منظمة عالمية كمركز المركز الوحيد والأول على مستوى المنطقة كمركز تدريبي وتثقيفي للمصابين بداء السكري وآخر اعتماد دولي لمنظمة العالمية السكري المنظمة المشتركة العالمية السكري يعني كمركز معتمد بالنسبة لعلاج السكري بشكل يعني فريق عمل متكامل جميل أستاذ عبد الله ممكن تكلمنا بخصوص الخدمات الصحية اللي عندكم في المركز واللي تكون عن بعد الآن عارفين الجميع متجه عن التطبيب عن بعد استخدام الذكاء الاصطناعي فممكن تكلمنا عن الخدمات اللي عندكم تخص هالجانب نعم مركز دبي للسكري طبعا كل ما يتعلق بالتطبيقات الذكية والأجهزة الحديثة اللي موجودة يعني واللي يحتاجها الإنسان المصاب بالسكري موجودة عندنا نحن كخدمة في مركز دبي للسكري وأهم تطبيق حياتي اللي موجود هي تصحها بدبي وأيضا كبرنامج يعني علاجي ذكي اللي هي مضخات الإنسولين اللي اللي يستخدمونها مرضى مركز دبي للسكري هذه اللي طبعا لهم برنامج متكامل جزء منه يتم تدريبهم وعلاجهم وإدارة الحالة في داخل المركز وجزء كبير جدا يتم يعني إدارة الحالة عن بعد خارج المركز يعني فيه تواصل يكون مباشر بين المريض وبين مقدم الخدمة سواء كان الطبيب أو الخصائي التغذية أو التثقيف الصحي طبعا الخدمات هاي موجودة يعني نقدر نقول من أول ما فتح المركز حين عشر سنوات نحن الحمد لله وعندنا هاي الممارسات الذكية والأجهزة الحديثة اليوم نحن تماشيا طبعا مع التوجهات واستراتيجية هيئة الصحة وحكومة دبي بأننا نستغل كل ما هو جديد وكل ما هو ذكي سواء تطبيقات ذكية والأجهزة الحديثة مع الإنسان المصاب بداء السكري تحسين وضعه الصحي بشكل عام فإن شاء الله خلال الفترة القادمة يعني بتكون هناك دراسة لفئة معينة من المرضى اخترنا تقريبا خمسين مريض بتطبق عليهم هاي الدراسة أن كيف يتم إدارة حالة الإنسان هذا اللي مصاب بالسكري كعلاج عن بعد باستخدام أجهزة حديثة وذكية وتطبيقات أي أن كان يعني وين ما يكون سواء في البيت أو في مجال عمله بيكون في بلاتفورم معين في مركز دبي للسكري وبيتم إرسال النتائج الدورية أو اليومية اللي يسويها بشكل يومي الإنسان المصاب بالسكري سواء كان في منزله أو كان في مجال عمله وترسل هاي بشكل يعني ذكي مباشرة لسواء للطبيب إذا كان عنده تدخل يحتاج أنه يتواصل مع المريض أو خصائي التغذية أو التثقيف الصحي طبعا نحن قمنا بإجراء أو يعني بالمبادرة هاي لأن مثل ما تعرفين دكتورة مرض السكري نمط حياة صحي ويتعايش معها الإنسان فلهذا السبب يعني كل البرامج اللي موجودة في مركز دبيل السكري هدفها الاستمرارية نحن ما اليوم نحن ما يعني ما نقدم فقط علاج دائما أنا أقول أننا نحن ندير حالة الإنسان المصاب بداء السكري من جميع الجوانب فالأجهزة الذكية والتطبيقات هاي مهمة أنا أتوقع أكثر من أي إنسان ثاني الإنسان اللي مصاب بداء السكري أو أي أمراض أخرى فكثير من المراجعين الفترة الأخيرة نحس أن يكون عندهم مرات بعض الظروف مثلا في ساعات العمل ما يقدر يحضر المركز أو عنده ظروف ثانية شخصية ما يقدر يهي المركز أو أمور أخرى يعني فشفنا أن هذا النوع من البرنامج العلاج عن بعد يعني نحن ممكن نعالجه وهو في مكان عمله ممكن نعالجه وهو في البيت ممكن نعالجه يكون أي مكان يكون وثقي تماما أنه يحصل كل الخدمات اللي يحتاجها سحب تكون سهلة وتكون سهلة بالضبط ويحس أن هناك فيه نوع من الاستمرارية نوع من التواصل أو نوع العلاقة اللي موجودة مستمرة يعني سواء ساعات العمل في المركز أو حتى خارج ساعات العمل بين الطبيب وبين المريض نفسه وهذا من أهم الأشياء كطبيب ومريض أن التواصل يكون موجود والثقة تشيبها الطريقة تكون أكبر نعم والجانب الآخر بالنسبة للمشروع هذا يعني أنت تعرفين دكتور هناك فيه كثير من العيادات اللي ممكن يعني عندهم شيء مشابه لهذا الجانب ولكن نحن في المركز خلينا يعني بشكل متكامل يعني تعرفين مركز دبيل السكري أصلا يعني تم يعني تأسيسه وجميع البرامج اللي عندنا متكاملة بفريق طبي متكامل نحن ما عندنا أي برنامج أو أي مبادرة نقوم فيها بشكل شخصي دائما لا بد أن يكون يعني فيه محور متكامل وفريق طبي متكامل بالنسبة للمشروع حشي ويدي ميز مركز دبيل السكري أن متكامل من كل الجهات ما بس بالنسبة للسكر يقضي معظم الأشياء اللي يحتاجها مريض السكر جميل حين طلعت مبادرة يديدة خاصة بالسمنة أخي عبد الله ويوم تطلعون مثل ما ذكرت هو عمل فريق كامل لأنني أعرف أن أنتم ما شاء الله عندكم يعني كل معظم التخصصات موجودة لعلاج المريض المريض الواحد يمر على أكثر من التخصص السمنة شو اللي يديد عنكم شو اللي يختلف عن المراكز الأخرى مثل ما تعرف أخوي محمود أن السكري له أسباب أساسية كيف ممكن الإنسان يصاب بالسكر أحد أهم الأسباب اللي ممكن أن يصاب الإنسان فيها بالسكر دكتور اللي هو السمنة زيادة الوزن زيادة الوزن مثل ما ذكرت أن هناك كثير من المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة عندهم عيادات السمنة ولكن اللي يميز البرنامج العلاج اللي نحن بنسوي هو العيادة في مركز دبيل السكري مرة ثانية أرجع وأقول أنه بيتم ليس فقط يعني علاجه أنه ينزل وزن المريض هذا طبعا جانب مهم ولكن الجانب المهم دكتورة أن كيف نحن نأكد بأن بعد نزول الوزن فيه استمرارية صح ما يرجع مرة ثانية كثير من الأماكن وكثير من الناس يعني يسيرون بعض الأماكن ينزل وزنه ممكن يكون ينزل وزنه بشكل سريع ولكن تلاحظين بعد فترة رجع مرة ثانية الوزن اللي يميز البرنامج هذا أنه داخل فيه طبيب أخصائي التغذية وأخصائي التثقيف الصحي والمرشد النفسي السايكولوجست والمرشد النفسي بيلعب دور حيوي كثير جدا بحيث أن المريض يكون مدرك بجميع الجوانب النفسية اللي ممكن السلوكيات تأثر فيه خلال الفترة هاي الاثناشر السبوع ويكون على علم ودرايا كبيرة جدا أن إذا مر في ظروف ومر في سلوكيات معينة هو يكون على علم ويكون على التواصل مع المرشد النفسي لأن مثل ما قلت لتش أن هدفنا الاستمرارية إذا نزل الوزن معنات أنه كيف يقدر هو يستمر خلاص أصبح نمط حياة في حياة الإنسان لأنه يغير من نمط حياة فيحتاج تشجيع مواصلة نعم وأيضا اللي يميز البرنامج هذا إن شاء الله أنه نحن ليس فقط يعني عيادة لنزول الوزن وإنما هي بحث يعني ورقة عمل بتقدم يعني المجموعة الخمسين شخص هذي بينعمل عليهم دراسة متكاملة كيف كان الوزن وكيف أصبح وشو البرامج اللي اللي تم وضعها على أساس أنه تنزيل الوزن ويكون مثل بحث يعني علمي خاص للمراجعين وهو مرضى مركز دبي للسكري هنا في سؤال يقول هل تعالجون مرضى السكري للوافدين وهل بفلوس ولا ببلاش أنا عندي سكري وحالة المادية صعبة أعتقد في عندنا برامج وموضرات اجتماعية خيرية مع صندوق الصحة الأخ غانم دائما ما نستضيف عندنا السؤال هل في علاج للوافدين ولا بس للمواطنين واحد اثنين هل بفلوس ولا ببلاش عبدالله نعم مركز دبي للسكري طبعا تقبلون التأمين انتم بعدنا ان شاء الله قريبا جدا نحن طبعا التأمين في الوقت الحالي نقبل فقط العناية اللي هم غير المواطنين الموظفي حكومة دبي جميل وعندنا أيضا الرسوم محددة في النظام ومثل ما ذكرت في حالة اذا كان غير مواطن ممكن يلجأ لصندوق الصحة اذا كان مكتب الخدمات الانسانية سابقة كان يسمونه الآن يعني دخلت فيه اكثر من واحدة وتوسع وفي زهر الله خير يعني مع علي حميد القطام ومدير عام هيئة الصحة في دبي كان حريص انه مثل هذه المبادرات تكون لها يعني وحدة ادارية تنفيها وايضا وتتابعها فهناك الكثير من المبادرات في هذا الموضوع نرجع لمركز دبي للسكري عبدالله يعني خططكم المستقبلية شو اللي رايحين فيها نحنا طبعا كمركز دبي للسكري باستمرار عندنا برامج يعني حديثة وبرامج يعني يديدة ومبادرات سوينا على الأوراق ما طبقنا قريبا يلا ترياكم لأن فيه ما شاء الله وائد ناس حابين يتعالجون عندكم وهي الفترة المسائية يعني يليت يليت إن شاء الله قريبا وإن شاء الله على التطبيب عم بورد باستهل كم؟ تسع؟ عشر؟ الفترة المسائية؟ ما تكون لين ساعة ثمان ونصف؟ سوى عشر عبدالله خلاص من سوى عشر عشر مركز دبيل السكري نحن طبعا بخصوص موضوع زيادة ساعات العمل الفترة المسائية نحن قائمين فيه وفيه توجيهات من معالي حميد القطاني مدير عام هيئة الصحة والدكتور أحمد بن كلبان والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي ولكن أنا دائما أرجع وأقول لنا مركز دبيل السكري نحن نهتم في جودة الخدمات التي نقدمها مش الكمية فدائما حتى في مجال توسعة الخدمات لابد أن تكون مطابقة بنفس الآلية ونفس الإجراءات ونفس السياسات بحيث أن يستفيد المريض نحن اليوم هدفنا أن عندنا إنسان مصاب بداء السكري ولكن عندنا إنسان في النهاية سليم من المضاعفات التي ممكن تأثر على الصحة العامة بالنسبة للإنسان هذا فحتى في موضوع أن زيادة ساعات العمل المسائية لابد أن تكون مطابقة تماما بالعيادة الفترة الصباحية بحيث أن يكون الفريق الطبي متكامل جدا يعني سواء في الفترة الصباحية جودة العمل تكون نفسها ما فيها اختلاف جميل نحن يعني سامحونا في مداخلات تأتينا على نهاية البرنامج ما نقدر نأخذها لأن أيمن يعصب أنا ما عندي مشكلة بس أيمن يضايج أنزين عموما هل هناك عيادات ومستشفات يقولون التأمين الصحي للحيامة والله ما عندي فكرة فيه ما يمكن فيه ما أدري على حسب العقد أرجع لعقد التأمين اللي موجود عندك وشوف الأماكن اللي متوفرة ما عندي ما عندي فكرة للأمانة أستاذ عبدالله يمعا مدير الشؤون الإدارية في مركز بيس سكري دائما الحديث معاك جميل سريع ممتع نتمنى لكم التوفيق في هذا المركز نتمنى التوفيق لكل الخدمات التي تقدمونها والتطوير المستمر لهذا المركز شكرين لك شكرا شكرا ميرا لغفظي كانت معنا في التنسيق شكرا لأيمن سرحيل في الأخرات شكرا لك دكتورة عايشة البسطي شكرا محمول ونشوفكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نتمنى لكم إجازة نهاية الأسبوع سعيدة وحتى نشوفكم يعني لين ما نشوفكم يوم الأحد نقولكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي